مدارس المودرن الفتوش تتمنى لكم المزيد من النجاح حيواني جيداً أنا فراورا دورالچلاغن في درية شلاء المودرن الفتوش نحن لدينا الصالة من 0 إلى 20 تطالع ونحن لدينا الصالة من 20 أصلاً إلى 100 حسناً، قبل كذلك العقب من 0 إلى 20 وتعالوا بعد ان اعرف الارقام متى اسمها ايه تعالوا كده نشوف يعني 20 30 40 سفنسج دعاعتش 40 50 الاحظ ان كل ما اقاره كان يمكن ان اصفتLER سفنسج ايضا اعرفون ان انا مختلفة لكن من بعد الهو 30 40 ان انا اقول الرقم عادي بعد كده اضطله سيش سيش ايه كيف اقفتي ان كان هناك كان هناك S و انا شطبتها زيبتسش زيبتسش هنا كان هناك AN و انا شطبتها زيبتسش اختسش هندد هندد يعني ايه تعالوا بعد كده عايز اقول 21 22 23 و هكذا كل اللي انا بعمله تعالوا هنا نبص ان انا مثلا سي عندي 23 اللي انا بعمله و قالي في الحالة دي بعمل بعمل ايه ؟ بجيبتسش في الاخر و 3 في الاول و بحط بينهم طبعا هي كله بيتكتب جنب بعضه كلمة واحدة بس هنا انا سيبتسش بينهم علشان نعرف بنعمل ايه ؟ يبقى هنا هتبقى 3 & 20 اوكي تعالوا نشوف 5 شبيل ثاني هنا 56 اقولها ازاي بعمل الكروس هتبقى 6 & 50 وهنا مش هشيلي الاس بتاعت 6 لان انا بقول 6 طبعا لو عايزة بقول 100 يعني بعد 117 & 120 & 20 ايه هنا اللي بعمله هنا بقى مش بعمل الكروس هنا بلزل كل رقم في مكانه وترتيبه طبعا عندي هنا 117 اللي انا بعمله بقول 100 100 يعني 100 117 وهنا مش بحط 117 برضو لو عندي مثلا 120 بقولها ازاي بأسمها يبقى 120 120 والطريقة التي اعيز بها على كل رقم انا عايزة اقوله طب تعالوا بقى لو عايزة اقول 21 بقول 1 & 20 ايه اللي انا عملته عملت الكروس 2 & 20 شوفتو هنا اكتبت كل ما واحد ازاي 3 & 20 4 & 20 5 & 20 6 & 20 7 & 20 8 & 20 9 & 20 بعد كدا 30 وحكاس طب تعالوا بقى لو عايزة اعمل ريشنن لو عايزة انت مسألة ازاي اقولها اللي دي اسمها plus 1 plus 1 طيب هنا اسمها minus يعني 1 1 في اسمها مال 2 طيب دي اسمها دورش 4 2 طيب طيب اللي اسمها 1 plus 1 2 وفهمنا jadi انا كدا انت خلقت انا كدب اتتاة انت بان تجربة تزيارة المدرس مدرن فوتور تتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق.